أكد بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العمل بشكل مشترك وعلى مدار الساعة من أجل قيادة إسرائيل نحو تحقيق النصر على حركة حماس شدد البيان على وجود ثقة متبادلة وهدف واضح لدولة إسرائيل في هذه الحرب كما دع البيان وسائل الإعلام إلى إظهار المسؤولية والامتناع عن نشر الأخبار الكاذبة التي تمس بوحدة إسرائيل وقوتها حسب تعبيره من القدس ينضم إلينا مراسلنا نضال كنعنا إذن بيان مشترك لمكتب نتنياهو وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان نضال بطبيعة الحال كيف سيكون انعكاسه على الداخل الإسرائيلي مع كل علامات الاستفهام حول العلاقة بين قيادات الجيش وبين يمين نتنياهو نعم كارولينان السؤال الذي يتبادر إلى الذهن فوق رؤى رؤية هذا البيان لماذا الحاجة لتأكيد المؤكد لماذا يحتاج نتنياهو إلى تأكيد العلاقات الجيدة مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان إذا كانت هذه العلاقات فعلا طبيعية فلا حاجة لبيان مشترك لتأكيدها لكن منذ ساعات الصباح ونحن نرى جدالا وتسريبات بين الحكومة بين نتنياهو ومن حول نتنياهو ومن الجيش الإسرائيلي صباحا أكد الناطق بلسان الجيش أنه مستعد وجاهز للعملية البرية بانتظار المستوى السياسي والمستوى السياسي يرد والجيش يرد مرة أخرى وقبل قليل كان هناك تسريبات من مصادر أمنية من داخل الجيش الإسرائيلي تقول بأن الجيش يرى بأنه لا يمكن تحقيق الأهداف التي وضعها المستوى السياسي دون عملية برية في قطاع غزة الحكومة ونتنياهو يرد بتسريبات من مصدر سياسي مطلع بالقول بأن هناك صفقة محتملة لإطلاق صراح نحو 50 رهينة بمحادثات أمريكية وبالتالي هذه حجة لتأجيل العملية البرية أيضا اكتشف اليوم بأن فيديوهات يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل تدعو إلى تأجيل والتريث في العملية البرية يقف وراءها المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو إذن هذا الجدل متواصل على مدار الساعة وهناك مصادر في الكابينت الإسرائيلي اتهمت نتنياهو بالجبن وأنه يعيق أي عمليات هجومية يتم طرحها على الكابينت الإسرائيلي أو المجلس الحربي ثانيا ربما الأهم هو انعدام للثقة بين الشارع الإسرائيلي في رئيس الوزراء الإسرائيلي استطلاعات الرأي اليوم تظهر أن 75% من السكان اليهود في إسرائيل يرون بأن نتنياهو يتحمل مسؤولية وأكثر من نصف مصوطي الليكود الحزب الذي يرأسه نتنياهو يرون بأن عليه الاستقالة من رئاسة الحكومة إذن هذا الانعدام للثقة يؤدي إلى تساؤلات حول أي قرار يتخذه رئيس الوزراء أو تتخذه الحكومة هناك من يقول بأن أي قرار سيتخذه نتنياهو هو على الأغلب لمصالح سياسية ضيقة لنتنياهو حتى وإن كان صحيحا فهو موضع سؤال وهكذا عندما تكون كل قرارات الحكومة والمستوى السياسي تحت تساؤلات لا يمكن إدارة حرب ندال هنا أيضا سؤال ماذا بعد هذا البيان؟ بطبيعة الحال كل هذه الوقاعة التي طرحتها ما يجب في الداخل فيما يتعلق بشعبيات نتنياهو فيما يتعلق بتأجيل العمل البري إلى ما هناك ماذا بعد هذا البيان؟ ما الذي نتوقع بالفترة القريبة؟ أولا المتوقع أن يحاول نتنياهو الاستمرار في تأخير العملية البرية على الأغلب نتنياهو لا يميل للعملية البرية ولعدة أسباب أولا أسباب تتعلق بنيتنياهو شخصيا عرف عنه بأنه لا يحب المغامرات الأمنية يخشى المغامرات الأمنية بطبعه هذا معروف تاريخيا عن نتنياهو ثانيا هناك ضغوطات من الخارج على نتنياهو بسبب ما يمكن أن تؤدي إليه العملية البرية وهناك ضغوطات داخلية لكن الآن المشكلة أن كل ما يجري في إسرائيل يتم النظر إليه من باب أن كل الأطراف تتجهز للتحقيقات ما بعد الحرب إذن نتنياهو الآن يتصرف وكأنه يجلس أمام لجنة التحقيق التي سيتم تشكيلها بعد الحرب وبالتالي القرارات ليست نابعة من المصلحة الآنية لإسرائيل أو للجيش الإسرائيلي وإنما تتخذ لإرضاء اللجنة أو لتغطية النفس أمام اللجنة التي ستأتي مستقبلا الآن من المتوقع أن نرى هذا السجال مستمرا في الأيام القريبة إلى حين اتخاذ قرار واضح في إسرائيل لجهة العملية البرية هل ستحدث أم لا وإلى أي مدى لكن عموما مع مرور الوقت أيضا الملاحظ أننا بدأنا نسمع أصوات في إسرائيل ضد العملية البرية أو تشكك فيها وتقول أن العملية البرية قد تكون خضأ من الممكن الآن توجيه ضربة قوية لحماس كما يجري الآن في قطاع غزة دون الحاجة لإعطاء حركة حماس مصدر قوة آخر الآن الحركة لا تستطيع تنفيذ هجمات جدية ضد الجيش الإسرائيلي لا تستطيع إطلاق صواريخ تشكل خطرا كبيرا على إسرائيل خاصة وأن كل المستوطنات الغلاف والمدن القريبة تم إخلاؤها ما عدا عسقلان تقريبا وبالتالي من الأفضل للجيش الإسرائيلي الاستمرار بما هو عليه الآن بالحد الأدنى من الخسائر شكرا جزيلا لك على المتابعة من القدس مرسلنا نضال كنعنا